وفي جو مهيب شيع ظاهرة اليوم واطن وعمال مستشفى دائرة البرواجية جثمان الطبيب الجراحة جكريم العامل بذات المستشفى بعد أن فرق الحياة ليلة أمس متاثرا بإصابته بفيروس كورونا الراحل يبلغ من العام 59 سنة وعمل أكثر من 30 سنة في القطع تغطية ليم عم العروسي اليوم نتفاجئ بهذا الخبر الجراح المعروف على مستوى وليتنا ربي يرحمه يوسى عليه ونعظمه أجر كامل العيلة الأسرة الطبية بالولاية نتلاقيته آخر كل ما قالها لي قال لي هذي تضحيات الطقم الطبي قال لي واحد يخدم بلك أكثر من 30 سنة في المستشفى خدم وقت الإرهاب، خدم العشرية السوداء، خدم كلش وذلك ربي يرحمه إن شاء الله ربي يرحمه يوسى عليه وبكل مهنية الصحة أتقدم إلى عائلة فغيد وإلى كل زملاء بأخلص التعازي وأخلص التعازي لهذا الرمز ولهذا العملاق في مجال الجراح لقد فقدنا اليوم أحد أعمدة الطب في ولايتنا بل في الجزائر كاملة لقد التحق بأستاذه سيحمد الذي فارقنا في بداية هذا الوباء ترجمة نانسي قنقر